موضوع الدولار موضوع يعني طويل الأمد وراح تبقى المشاكل به نحن سعر صرف الدولار كلما نشوفه ينزل ويرتفع قيمة الدنار العراقي البنك المركي طلع فات قرارات تعرق هذه الأمور فيقوم الدولار يرتفع هذا الموضوع يعني الشركات والرابع الشركات السلافة في بغداد تتابع هذا الأمر وتعترض على هذا الأمر ومؤخرا أنت وترخيص للشركات نحن في العراق تقريبا أكثر من 2000 شركة أنت وترخيص لأربع شركات فقط اللي تبيع الدولار بالمطار هذا الموضوع اللي خلال الشركات يعني تتوقف عن العمل وأعلنت عن إضراب يوم الأربعاء رح يبديه بكرة إن شاء الله عن بيع الدولار أو استلامه من مزاد البنك المركزي وهذا الموضوع رح يخلق مشكلة كبيرة ورح يرتفع سعر الدولار أكثر وأكثر بدون توقف هذا الموضوع تمنى البنك المركزي يلقي له حل والدولار ينطيب سواسية ليه يعني يخليه بأربع شركات فقط هذا الموضوع اللي أثار غضب الشركات وارتفع سعر الصرف بالسوق السودب بالعراق هي الخطة اللي نعرفها اللي يعرضوها علينا بأن الدولار رح يصار الـ 1320 حسب سعر البنك المركزي وفعلا دا ينزل الدولار يعني وصل تعرف أنت أرقام وصل 1700 وقصور الدولار وصل 1450 أقل من 50 حسب ما سمعنا آخر شي بس هذه القرارات اللي طلعها البنك المركزي الأخيرة صعدت سعر الصرف واليوم يمكن 152 سعر الصرف الدولار هذا القرارات الغير محسوبة المفروض لمن يتخذون قرار هم كبنك مركزي يستشارون بشركات لأن الشركات هم الوحيدين اللي ابتماس مع المواطن وبتماس مع السوق يأخذون رأيه قبل ما يتخذون أي قرار حتى يصلون لمرحلة لا تأثر على قرارات البنك الفيدرالي ولا تأثر على المواطن العراقي بل لكن هم القرارات تأخذوها بدون الرجوع للشركات الصرافة ولهذا دا يصير هذه المشاكل طبعا كل هذه المشاكل اللي عن نحكي بيها نينو ما لها علاقة لأن نينو الحقيقة كنا نركنوها على درج معين وما لها علاقة بالموضوع لأن احنا أصلا لا عدنا مزاد ولا عدنا دخول نافذة ولا عدنا حوالات خارجية ولا عدنا كل هذه اللي عن نحكي به بس نتأمل قريبا بأن يأتي كود الدخول للنافذة حتى يقدر المواطن المنصلي يتمتع بسعر البنك المركزي وبالحوالات الخارجية بطريقة سلسة حالنا حال بقية العراق لأن تعرف إحنا من بغداد ليزاخو ما عدنا ولا شركة أي تقدر تبيع للمواطن بسعر البنك المركزي الشركات محصورة ببغداد وجنوبا وعدنا شركات جاهزة حسب تعليمات البنك المركزي دمجناها وكمناها من تظريم فقط كود الدخول للنافذة حتى نقدر نفتحها بصورة صحية لكن دائما نراجع البنك المركزي والتقينا بسيد المحافظ والتقينا بنواب سيد المحافظ يقولون هذا الموضوع من البنك الفيدرالي فإحنا دائما نخاطبهم نقولهم معي أنا كشركة أقدر خاطب البنك الفيدرالي المفروض هو البنك المركزي يلح على هذا الموضوع ليحاجته خمسة مليون نسمة وإحنا مقبلين على فتح مطار المطار بكرة رح يفتح رح يجونا ضيوف أجانب رح يجونا منظمات رح يجونا شركات معقولة يعني عندنا شركة ما نقدر نحولها مباله وكذا شغلة يعني غريبة جدا شهر الثامنة 2022 قدمنا على هذه الشركة أي اللي هي باسم شركة الثراء للصرافة بعد كم يوم رح يصيرنا سنتين يعني سنتين والبلد في حاجة كان مفروض حتى لو هي تتأخر هالشكل كان مفروض يصرفون بطريقة استثنائية لهذه المدينة لأن بحاجة هذه المدينة المنكوبة اللي تحتاج شركات صرافة حتى تنقل الأموال تحول الأموال لإعمار المدينة وانتعاش المدينة اقتصاديا شكرا